صافي فهمت الفيلم و كنت عرفت ان الراجل مشى والخركين تماما و هم مجموعين و هذي بغت توصل لي الهضرة بش فقصني قطعت عليها التليفون و انا كان بكين 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 توضي توصل لي جوجر كاعد و كنقول يا هاربي تبردني يا هاربي تبردني انا نهار عارفها جاي جميلات اعرفتكم متحمسات و بغين تعرفوا بالضبط اشن وقاف هذه القصة هذا الشعلاش مغنطولش عليكم نهائيا و سوف نقول لكم اللي ما زال ما شاف جزء الاول سوف نجعل الرابط دياله في اول تعليق بالنسبة للبنات اللي شافوا الجزء الاول صافي انا مشيت في حالتي سوف نجعلكم مباجرة مع الجزء التالي اعرفة واحد نهار راجل ستزوج بها و ماشي ستزوج بها العرس يعني صافي ستولي مرته و ماشي سيكون زعمى مع عائلته ستولي هو بها في دار واحدة كنقولوا شانا نقدر نصبر لهذا الشيء حسن لديك اللحظة كنت غير كن السراسي و كنقول وش نقدر نصبر ولا لا المهم دخل راجل مساحة دموعي درت فعلا ما كنت اشي حاجة و قلت له انا ننظرها كده ازل عشا شافيه و قلي والله ما كنت معول قلي مشيت و لقيت ممي و كينا فلان و فلان و كينا فلان و كينا فلان و راجعت حتى صافا مسكينة درويش هذيك البنت في حالها يا البنات اعتفش قلي مسكينة درويش هذيك البنت و قل بوحد طريقة نريي ان البنات ما عرفش نقصد زعموش درويشة ضريفة ما تخافيش منها ولا ما فهمتش و لكن حسيت بواحد لغسة في قلبي ااويلي ماشى غير معشى و جايك يقول لي راه درويشة نهار اللي سافي غايق شرش غايقو ليها المهم تحكتوا حسيت ماما بغاش نحسو انني غرت و تسقلس سنوية شوية و من البعده هو دخل نعس و انا يدخلس مشيت للصالة كان بكي كان بكي كان بكي كان بكي كان بكي كان بكي سافيش العلت فيها العافية 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 وليس كنقول يا ربي يا ربي دي لي احل من عندك انا رمى قداش وتم حرفيا فكرت في الطلاق وقلت انا مستحين نكمل في هذا الصباح كنت كنحس بهذا الشيء مزيان المهم انا يقال ساعة السيدة غدينوت غيشوفني في ذلك الحالة غيشي وغي عنقني وغيش ديرها هذا الشيء كامل قلت له لا ما كينوانو قلت له انا غير بقى في الحال انا مبغلش نقول انتم مجموعين وانا ما عطت شالية ماماك ويقول يا شوفي قل لي قسم من بالله ما كنت عارف وكنكم تعرفون انهم مجموعين كاملين والله ما نمشي قلت له انا روالله تكن بغيك والله ما عطت شوحدة في حاله وانتم اللي قلعتوني وانتم اللي قلعتوني المهم صافي كن حذرني ان تخشيص فيه دوزنا هذه الليلة صافي الغدلية مشانا خدمته انا راسي بتكيدور كيدور غير فطلاق كنقول انا ما نقدرش نعيش مع هذا الرجل صافي كنحس براسي انني انا ما نقدرش نتحمل هذا الالم كامل كيف صباح الصباح والسيد مشانا خدمته انا جمعت شتيتي كاملين وكنت مشيت لدارنا كيف تخلت كان بكي وكان جدب كتقولي ماما قولي لي يا غير مالك كنقوليها ماما الحافية شعلا في قلبي انا راجلي بغيت ولك انا ما قدرش انه يتزوج علي قلتي على شوان فقطي نهار الول كتلا ماما هاتشلعت الله المهم تخلت ماما عيطت عليه جاكي جري احقى رجع معايا مرجع معايا كنتو شوف افلا الله يكمل عليك ولكن انا رمان قدرش نرش عليك قالي الله يهديك ما الله يهديك ياللهي ما ياللهي قالوا صافي 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 الله يكمل عليك المهم ماما جراته جريح تباباب بدك يهدروا معاك يقولوا لي خليها ترتاح واحد شوية دع ربي دير تعويل المهم سيد مشا وبأنا عبادة الوي تركي نحن رقوا نحن رقوا نضيف طريق سياسة وتضيفني الدخول وماما جريح وماما جريح نضيفي انا شوية كان سياسة كانسة كان ماجه كان ماجه وان من المهم ويقول لك واني ايها واني ومالي وشت火 كان يجب أن نحماق عليه و يجب أن نكمل معه و يجب أن نصبر على أنه يتزوج إليه أنا عارفة أن هذا الشيء من حقه يجب أن يجب أن نتصبر أنا مطالبة أي شيء المهم هو أن أكملت السلاة و أعطيت لماذا لم تكن لها لم تكن لها نعم لم تكن لها شيء غير تكميتها في الحمام رأيت فيها و قلت يا أها هي اللولة رأيتها مسكينة جمعات سطولة أنا هي زيت حويجاتي ليس أنويها قصدي نيشة للحمام لكننا نحن في الحومة وصل نهار أحبت من الكسارة و نرى ماما كتلا نار هي غير الحنة شاهدت فيها و كانت ضحك و قلت لي الله يا مني سي الله أين عمرك تكتك تكتك تديري الحنة حتى في اليابات اللي كنتي غتزوجي فيهم طلبنك تليب باش تديريها و مدرتيها زعمة في الحمام و قلت لها ماما مشاه هي ذيك الحنة و النفقة قلت لها والله إلا بغيت نكمد بهم الحمي و قلت لها و قلت لها و كين الحنة كان الحنة كينة ولكن نفقة ما كينهاش ماما و هي تقولي يدخلي انا غليبس عليها و نخرج نقلب لك عليها و الونوا بادوا في دخلي micked باشي قلت لي الله يتقلب لك عليها و تشهيتي يا يوم يريعا ماما بسكينا تشعرني خرجت ماما بسكينا مشاهدني شانه و قدرت لي العشوب اللي كيد دارهم عن الحنة دياق الحم لقد جاءتهم حيث تحويجاتها دخلات جايب معا السابو البلدي وكل شي خلطات دك الشي كمدات هي بها لحمها وحتى انا اعطت لي ايا انا يدهلتها اللحمي ودخوت البيت لدخلاني تخيلهم تكيا والدموع كينزلوا لي بوحدهم اعطي واحد الاحساس اللي مرقدرش نوصف لكم واحد العافية شعلة في قلبي ما عندهاش نهائيا واحد الوصف مكيش وصف مويمة امتاكيا واحد الوقت بلا منحس شدي هذيك الحنة اللي في دي وكان نحس فيها وكان ناكو انا انا مغيبة حتى جسما مو شفتني في هذيك اللقطة ويتكوني يا بنتي وش حماقتي شفت فيها وكانت لها مهلا شكتي وش كنت تكوني الحنة اينا مفتنش براسي وما تصوقتش قلت لها ربما كنت ساهية وصافي ما تصوقتش ليها المهم كننا نجللنا الحنة حكينا غسلنا مشينا في حالتنا تخيلوا كيف وصلت للدار تسكيت واحد شوية هذيك الريحة ديال الحنة في نيفي في نيفي باقي كنش مهو خررني غسلت بالباندوش مخليز مجغسلت نطس مشيت نيشة للصلي الحمام شفت هذيك الميكا اللي كانت فيها اللعشوب حتى كانوا باقية لانا جابت مماش مية كتيرة هزيتها وديتها معي فين كوت متكية وحطها تحت المخدة ومرة مرة كنت شم فيها انا ما عرفاش شو ما وقع لي وصراحة من صوق شو قلت لها ربما رحت اللعشوب حتى فيها الورد فيها الريحة فيها الخزامة فيها بزاف ديال العطور اللي الريحة ديالهم جهدة سوف يحطي تراسي ونعاسة لباندوش حتى كانوا بها الصباح كنوض بقي هذيك الريحة في نيفي الحل اللي غنحل هذه الصشية باش نشم ستدخل علي ماما شفت فيها ودحكات وقالت يا الله يا ابني يا الله اهتمالك كنت لها والله معرفة سمموا لكن هذي شو برا خاطار كنت شمي شمي كنت لها درتيوم غفش كميمسات ودرتيوم هكا في لبخيدة وقالت كنت شوف فيها وتكوني وشوية لباس وستطيتي حتى حتى من يديك هذيك شي ويالله هيخرجي معايا سوف حتيت هذيك شي خرجت مع ماما تخيلو غاديا حتى كيبالي الكرموس الهندي والكرموس الهندي ديك ساعر ما ما زال موصلش لوقت دياله يعني يقرب ويالله كيبدا الكرموس ويكون غالي في هذيك الوقت المهم بتلي واحد الكروسة وقالت الماما ناكل الكرموس وشافت فيها وقالت لي يا زيما انتي ما عندكش معاه وبرنا انا اعرفني اذا انا اتقلت داختنا الكرموس وقفنا عندهم الكرموس فقق بقي من قطع كيبالي كيف ترى هذيك كيبالك لا ينقل في الحالة الكرموس انظر عينوه نتوقع له يوانا فقد أرهبت من أجل من أجل أن أتمنى من أجل مهم جدا. فقد تمت من قبل أن أجلنا الطاقة و قامنا بسيارة الأشخاص. و قمنا بسيارة ثلاثة. فقد أختي أختيت أختي لها. فقد أختيتنا. و قلت لها أنه أعدت المشروع بأسفل و قلت لها أحيان فهم. وقلت لها أطفالي فقد أقوت قلت لها أشخاص. لم تكن هناك فنج وانت أخرى فهو اضافية المهم بالنسبة لك تخيلها بعدما اضافتها أخرى من ثلاثة وعندما اقوم بصيقة الأفضل لقد قمت بسفنجات من ايدي ومشيت للصالة لقد قمت بسطيتي لقد قمت بسفنج لقد قمت بسطيتي إلى المساعدة فاديك تشربت الكاس بردهل الهاتى دعني такاما شربت الكاسPERات وقالت ورقيت نهار نعدينا كتب الرائع قوة العجاب شكيت عندي فرحة لتلي القلبي وخا عارفة انها تشي مستحيل ولكن قلت ماشي مشكيل يعني نتمسك بالامال ولو الاخر لحظة في حياتي وقلت لها ربما نكون هدا هو الوليد اللي غاي حل كل شي وقلت لها راني خارشة قلت لها في الغادية قلت لها ماما بغت مش نجيب التاز ديال الحمالة قلت لها وقلت لها بنيتي وش مازال بعيتيش قلت لها صافي قلت لها بنيتي بلا ما تبقيت عصب في راسك احسى برأسي أنني حاملة Scientific كنت اشرت عليهم في الغضاء واسلاوية وقعت لي اسلاوية قاعدها وقالت لي قاعدها اكتبت لي وانتقى وقاعدت لي انا محبس بشياته وريس لطلقه لانا احبس بشياته لا أريدك في الوقت بي اظهر لديهم لانتظهر يزيد من الوصف يتزوج من الوصف سيدي ويجب انتظهر يتزوج من الوصف يتزوج 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 كنت أعرف أن هذا الشيء مستحيل وكنت مرة مرة فاش كنت أخشاه كم قا نقول يا ربي يا ربي الحبيب لم تحرمني من الأولاد وخانا أعرف أن هذا الشيء مستحيل أنا أعرف أن الطباء كاملين قالوا لي أنت ما ستولديش وكأن أرجيها فيك نتا مرجيها في حتى شيء واحد آخر في هذا الدنيا المهم على البنات بقينا جهرين ها كاكل يوم وغدة الراجل كل شوية كيجي كل شوية كيجي حتى النهار لغل مرض واحد المرضى خيبة سوفي مرض سوري سعطيها غير العدان ومعدي خاطر وواحد الحالة ما نقدرش نوصفها لكم هزاتني ماما ودتني عند واحد طبيبة غير حدانة مهم أنا كنت شكا في المعداء حينت كنحس بيها طيبة عليا ممكس بغا حتى شي حاجة وصفيت تقريبا في حالة نقول لكم بحبست الماكلة هزاتني كنت قدرة على تطبيبه قبل ما تدخلني بجدلي فأس قدرت لها مالك اماما لك سعطيها كنت شكا فيها غير تطيقيا وكيجي يساولي لك ما حامله قلت لك لا 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 محمله مهم قالتها بابا بأنها بأكدا سوفي قدرت لها تطبيبه دخلي وكاسمع فيهم بودنية مهم طبيبه سوفي قتلات لك ما تتولتش قلت قلبت لي المعدة لتفعل واحد تقروحات قلت قلت قلبت لي الكلاوي قلت لي المهم كتتقلب قلت دير تلفازة وقتقلب حتى وصلت لي للوالدة قلت لي انا نقلب نشوف زعمة وكي دير الوالدة هذي الدور اللي غدي تورك ووركات قلت لها قرتيني قلت لي يا صبري معايا قلت لها واخا بدات كتورك 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 قلت نحس بيها تحق لي هذيك العيبة مع الوالدة وانا قلت لها قلت روعتيني بالساف قلت لها واخا تعطيني واحد دقيقة وقلت لها واخا خرجت مرة وعطت عليها هذيك اللي عندها قلت لي سور جبلية تحليلة ديال البول وانا قلت عليها جات عندي قلت لي تخليل طوالات ودريليها تحليلة شفت فيها ودحكسوا وقلت لها ماما قلت لك راني عاقرة حيث انبقى فيها الحال تعملها درا اللي قلت لها ماما ويزقوا لي قلت لي غديرها تيش خسرة قلت لي زيما عادي مش انا نبقى مرتاحة قلت لها واخا للا قلت لي زيما عادي تحليلة قلت لي طوالات حشان كما ديك ربولة ما بغاش تخرج ما بغاش المهم بقيت بمشحال قاعد خرجت عادي تحليلة شفت فيها مهم كانت سنو انا والله ممسوقة تكتبان لي الشرطة اللولة باينة والشرطة التالتة التانية باهتة كان عندي معها افلام بعد المرات كانت تخرج لي وحت شوي باهتة يعني في حالة مكينة وكنت كانت قلت لها حاملة وفي الاخر كانت قلت لها حاملة المهم خرجتها ووريتها شافتها ويزقوا لي بلتي في السباح قلت لها اه مهم حشا كما البنات ويزقوا لي قلت لها 12 عام وطالعين في 13 عام قلت لي يطلعي مهم طلعت بدت كتسهول فيها ويزقوا لي تحاولتها دار وانا ايه كانت عودة لها نكلي انا رضا بجيل دارنا ورهز عما سافي غدت فارقنا وراجلي وراجلي بغي تزوج ويه كانت تقلب فديك الوالدة وكتحك فيها تحك 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 هي رها عارفة شنوك ولكنحانت انا كان عودة لها وكان عودة لها المعانات في حالة بغت تكون معكدة مليار في المياحة لواحد اللقطة ويدي لديك عطاره والحفظة ويقول ودخلت ليا لقنيته أباني شوفي شفت كتب لي واحد فيها الكوايرا ه مهم والجسم أنا مقدارش يتغنييها هداره ولدك وبينتك تخيلوا! أنا في هذه اللحظة لا كنت أعرف كيف كانت تفعلوا بالصحة ولا لا أتخبرت لها كيف تتحكي معي قالت لي ألا يضحك معك وقبلت أن sound ولكن او touch لم يكن تطمعك قلت لي بلحق تابه انت راكي حاملة ماما في ذلك الوقت كانت برا عند فشكت له هذه الهدرة سافية تقلقات وانا تقلقت وانا تخرجت سافية كانت زايتات لها ويتقول لها الماما ويتقلب ويتقول لها لبنت حاملة ويتقول لها شوفي لبنت حاملة كتقول لها هزيها وانديها دابع عن تطبيب خاص بالنساء وانا اكد لك هدرتي وانا تدري لاتحيلة ديالة خرجتنا من تماما انا مقدرش نهدر مع اماما وماما مقدرش نهدر معايا وغادي انتراخ كاملة وحتى كنت نقرب للابوراتوار اللي كانت تفتتني فيه باش ندري تحليلات ديالة ديالة ويزقوا لي يا ماما بنتي شوف تفعوه يزقوا لي بلبة طمعي قلت لها غير غالطة شوفي قداش هي راها كبيرة في العمر وراكي عودوا لي عليها ممزيانة شوفت ماما وقلت لها ممزيانة انا شوفت ماما وقلت لها ممزيانة ديالة 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 وهنا فين غا تكون صدبة الاخيرة ليا هادي تخرج مادام راكي حاملة مرق مبروك انا فجلتها ليا الصدمة لحد الساعة فيما كانت تفكر هالحبيكي بورش انا سفيت لفتس ما بقيتش عرفه بالضبط اشنو غادي ندير هزيت راسي خرجنا من تماما جاي الطرخ كاملة وانا كان بكي ما كرهتش البنات بنتمشاش خايفة على ذاك الشي اللي فكر شي كنقول ميمكنش في واحد اللحظة كن قيس راسي وكنقول موش انا كان حلم لدرجات اني كنشوف رلا في التلافون ديالي وكنشوف العدات كنقول لربا منكو كان حلم كنركز حيش مانا نقول ما بوش انا في الحلم ولا في الحقيقة حيث خايفانا تقول هادي راحت ستات كنحاول اني نتبت راسي حيث كنحس براسي غادي طير واحد الاحساس اللي نتمناه محرومة من شي نعمة كيف مكانت نعمة الولاد يا نعمة الصحة يا ربي واحد الاحساس فاش كتكون عندك واحد نقص في واحد نعمة الكبيرة عند الله وكي ربي يجيب لك الفارج واحد نهار واحد الاحساس اللي لا يعوض ومعندوش نهائية القيمة المهمة البنات وصلنا للدار ما بعيتت البابا ما بعيت الراجلي جار راجلي كيشري ما كاشمت سيق المهمة تخل ما بدو سمعه وقال لي شوفت تحليل البول ودار تحليل التب والطبيبه قلبتها وقال لي انها ساحة حاملة يعني صنب وصنب راجلي كيب 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 وقال لي يا راي ما قالت ليك ربي غدا يحمل فينا المهمة سيطر بالفرحة تخيلوا سيطا ما تقول له وهذه المرتكس جديدة كيف تكتو عليها قطع لها التليفون المهم عيض على إيلة كاملة وسيط طير بفرحة نكساها كان جمالي يحويجوا وقالي يخسك ترجعي لدارك لما لقالي يشوفي سترجعي دابا قدامي رجعت أنا وياه وكان قدامنا غير رمضان هذاك رمضان ما كنتش حاسة بيكي فاجداز وحد فرحة لا توصف كنت تعطون الناس إلا كانوا كيسلوا شوية أنا ركنت كاسلين ونهار نهار ومطار وأنا حتى ضربيتي وكان حمد الله وكنشكره وكنقول لحمدتك يا ربي وشكرتك على هاد الإحساس أنا بقي مسوقة أنا راجلي مبقى لشني بزاف أنا وغي تزوج صافي نسيت أحسي واحد واحد الفرحة نستاتني في الدنيا وما فيها ما عرفتش حسيت بحلام أن الولاد عودوني أنا أكثر ما يعودوا راجلي كانقول ماشي مشكلة صافي يعني ما عرفتش كماش كنت مبنجة من الأخير بقي مبنجة بهذاك الإحساس لجي اللي حماله وكنت كنضل كنحمد الله وكنشكره كنضل كنحمد الله وكنشكره وكنصلي وكنقول لحمدتك يا ربي ونا عارفة أن هاد شي اللي وقع ليا معجزة من علت دربي هذا واحد تسير دي الله واحد القدرة إلهي اللي نفسك كنقول لك انتي ما تقدرش ولدي وتحملي بلا فاني دبنا احتشي حاجة حتى تنسيتي الموضوع المسألارة ماشي سهلة المسألارة سبحان الله العظيم المهمة البناد وستذك رمدان كامل دعاء والسغفار وكنحمد الله وكنشكره بالليل و بالنهار وكنقول لحمدتك يا ستربي انا مبقيت بغويل و بالدنيا الرجل بها اللي فيها الامور غادي مزيان حتى النهار اللي غتجي عمدي عقوسي وغتقول لي يا شوفي ابنتي حنا يا رادرنا مع الناس وسيدة براها صافي راهدوا معهم وكتب على البنت ترى ممكنش يتخلح ليها ما ممكنش يتخلح ليها انتي الله يكمل عليك ولكن صافي هو يكمل مع هادك السيدة انا شوفت فيها وكنت لها خالتي طالما ما انديش مشكلة انا عارفة هاد الشي وده ملع طالله اعطاه وانا يا كنت كنقول مع راسي صافي ماشي مشكلة حتى انا في اللول كنت خايفة لا انا نولد وهي تولد ويوري بغياهية وكنت عارفة راسي انا مشيش حاجة سهلة ولكن كنقول هاد الولد ولا البنت اللي يفكر شي غادي بردوني واحد شوية راجلي كان بغيه وكان حباق عليه وما قداش نتخلع لي كانت ضوات معي وقاتل يدوي مع راجلي وانا ما كنت شعار فانا ذاك ساعة كننغيط الحرب والقتال مهم جاه راجلي في القشية انا قلت سانوياه ودو بينا وقدونه بغيت نعرف اه اه ازع ما وشكيل شي مشكل قال لي لا باكيه حتى شي مشكل قلو جهاز عندي ماماك وشنو قاتلي وشنو قاتل لي بدك يغوط هو يقول لي يا شوفي ذاك شي راسالة كنت تضيع عليها العقاد و هي عرضة على الناس و لا يبقى لي بساف تقريبا 20 يوم يجبك تزوج و يقول لي شوفي قال لي انا مبقى سباغي من الدنيا حتى شي حاجة من غيرك انت انا كنت تزوج على ود الولاد و هنتي غا تعطيهم لي انا قسم بالله يتكن بغيك و كنت دير في بالي إلا برجعتيش لي هديك ما غنكملش معاها و نهد شي قلتوليك حينت وفي الوقت اللي كنا واقفين انا ويا على اطلاق و هو دارنا كانوا يقولون لي مسألة مسألة و خليها غير ترتاح و غادي ترجع و هو كان كسفت لي يزعم المساجات حسنا كوش كقدر نهدر معاه و يقول لي شوفي انا كان بغيك و انا رانقول لك كلمة واحدة إلا ما كنتش راضي على هذا الدزواج والله لا كان انا كان بغيك انتي و نخسر الدنيا ما نخسرك انتي و انا النهار اللي هو القبل ما ندير حتى شي حاجة تشاورت معاك و انتي وافقتي و انا كنت كنجوبه بكلمة واحدة اه هو فقط حينت بغيك انك تسفرح بوليد ولا ابنية ولكن اولد الناس انا ما قديرش و باش نطلبك معايا منقدرش حينت فعلا هاد شي باش كنت كنحس فرصي كان يعني كنموت ولكن ما عندي مندير ما عندي مندير يعني واقع لي صعيب ما يمكنش انا نشد معايا راجل و انا ما كان ولدش ما يمكنش مستحيل مستحيل و انا عارف انه خدسوا يتزوج انا ما قديرش عند المشكل فيها انا المهم البنات هذيك الليلة اللي ما امرها ما تنسى ليه انا كان بكي و هو كي بكي و كان قول له حشو ما سي دارها رازة ما جيت مشيتي و كسبتي اليها و الناس و المعروضين وهذا كنقول لي يا شوفي انا و الله مانقدر كي قولي انا في اللوه كنت مزين راسي و كنقول له لو دلولا دبع لا ودقاش قال لي يا شوفي بلا مرقا و ندخله في صراعات و مشاكيل و كوني مأكد انتي ما غي اجبكش الحال و غانوا ليو في صداعات و ها انتي كان شوفي شنوق عليك و دب انت رابا قيم بنجا قال لي يا شوفي اللي رحباك اللهم احو بردات قال لي دابا جبدو صداع و الا من بعد اصدق متل لقا حس ما اقدرش نطلقك انتية و اصدق هي عندما ايا وليت انا ماني على ها تصدق الراس ربي ها هو ارزقني بهد الوليد و للبنيا اللي فكر شك الله يجعل براكة و ما بقي تبا غي حتي شي حاجة من الدنيا كي بوس لي يدي و رجليا و كي يقولي يا شوفي انا كان بغيك و كن حماق عليك و انا راه قلتها لك والله ما كنت كان كذب عليك انا راه بغيك انتي اه باغي الولاد ولكن باغي انتي 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 مهيما البنات هنا ما نطلبو فيه اهنا كنت كان تلفيه بفمي قلبي كنت كان قول الحمدولي الله كنت فرحانة بزافش كنت يقولي يا الله ما نقدرش ما غديش نكتب انا اه انا نية كان بغيه راسي و انا حارفة الى مش هتتزوج بديك السيدة غي عدبها و غي عدبني و غي عدب راس و غي عدب هذوك الوليدات ما اللي ها وبغاها انا غن تكرفص ما بغاها شو ما قدرش انه انه يعدل مبيناتنا هي غن تكرفص عدل بيناتنا انا ما غي عجبنيش الحال يعني كيف مبدرنا لها وحلا و غي صدقي يمطلقني يمطلقها الى طلقها وحلا غيقولي بخليها هي وولادها طلقني انا وحلا غيخليني انا وولادي يعني القضية ما راك بحش ايوه شفت حتى عيز و قتلو اللي يبال ليك وفعلا قبل من العرس ديالها ما كاملاش حتى عشرين يوم قادة غديمشي و غديهضر مع وليديها و غيقوليهم بسمحولي انا مبقيش غدي نكمل في هاد السواجة وبنتكم غنعطيها الحقوق ديالها ك كأنني دخلت بيها ما بغيت منها لا صداق لا حتى شي حاجة ونبينا عليه السلام بها غوات ما ما معجبهاش الحال لا تصداع والضاجيش في العائلة ما نقدرش نقوليكم المشاكين اللي وقوه سيد ما كانش مصوق وكيقولي انا غر احضر لهم الرازح حين تعارف الى ما تطلقش ده بغنطلق من بعد صفيها هاديك الأمر تيسرات على هاد الوضع وفعلا كتفارق مع هاديك السيدة اللي ما غديش نقوليكم انني انا فرحة نبسة بقعت فيها الله يحسن لأوان حتى هي وليا وانا كيد رح تقنو الله مقدرت وفجت نفكر لقد هدا هو هذا هو القرار المناسب فعلا كانت تفارق هو وياها وتفرتك المجمع وكانوا اصداعات والمشاكيل حدرنا اللي هم رأسنا حتى السالة ومن بعد هاش انا وراجلي مسيال الحمدولي الله وولدت انا وياه بنية ومن مراها حاولت احتعيه باش نسيت شي وليا اخر حيث حنا بطبيعتنا طمائن ما كان قدروش نرضاو بهذا كشي لعدنا دائما خاسنا الزيادة المهم حاول نحتعينا وفي الاخر ما اجابش الله الحمدولي الله وحامد ربيوه شكرا على هذه البنية اللي عندي البنية اللي كان حماق عليها وكي حماق عليها بباها البنية اللي عمرت عليها حياتي وبزاف دي الحاجات تبدلوا بسبابها راجلي على قصي معهم زيانة بزاف الحمدولي الله ما غانوشكم ما كنهيش المشاكل كي يكونوا مرة مرة وكيف اغلبية الاحيان فهمين كان بغوا بعضياتنا بزاف وليوم الحمدولي الله عيشا معهم زيان وما نقسمها حتى شي خير انا اليوم ما جيت نعود لكم قصي بهذا المناسبة دي الاقتراب شهر رمضان باش نقول لكم استغلوا الفرصة وياكم ضيعوها طلبي ربي غير حاجة المستحيلة ويكون عندك اليقين ان ربي احتشي حاجة ما عنده مسحيلة بكي عاودي اخوي قلبك على سيدة ربي وكني مأكدها انك عمرك ما تخيبي كان مناسبة من ذهب وهي مناسبة هات الشهر المبارك كانت مننا من البنات كاملين يستغلوها اللي عنده شي امنية بغت تحقق طلبها اللي عنده شي وريدات خايفة عليهم طلب لهم الهداية اللي عنده شي مشكيل تلبوا سيدة ربي باش يفكوا ليها اه واكيد اكيد دعوا ومعاختكم شهر زاد والغزالات ديالي هنا سألت قصتنا متنسوش تبهان وكيف العادة تخليوا الاراء والتعليق ديالكم لصاحبة القصة ومتنسونيش من التعليق وزوينة ديالكم هنا مبقا ليا الا مقليكم حبيباتي ما تخيش بيكم كات معكم شهر زاد اللي كاتحماق وكاتموت عليكم